الجامعة الافتراضية السورية مبادئ الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور أسامة الحموي تقدمت مبادر الضوء بصوت محمد هشام دياب سيغطي هذا التسجيل من الصفحة الرابعة والستون وحتى صفحة الواحدة والثمانون من الوحدة التعليمية الثانية وتتمة لمصادر التشريع الإجتهادية وسنتكلم عن مذهب الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والاستصحاب مذهب الصحابي أولا تعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات مسلمان سواء طارت صحبته أم لم تطل هذا تعريف الصحابي عند علماء الحديث وقال علماء الأصول الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا حتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفه والصحابتهم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تطبيق القرآن ونزوله وعرفوا أسباب النزول واططلعوا على مقاصد الشريعة وقد تصدى نفر من الصحابة للفتوى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا بالعلم والفقه وتصدوا للمسائل الجديدة فلجأوا إلى الاجتهاد للكشف عن حكم الشرع فيها وقد نقل العلماء فتاوى الصحابة واجتهاداتهم ونقلوها إلينا وإن لم تجمع في كتاب واحد ولكنها مبثوثة في ثنايا كتب الفقه والسنة والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل هو اجتهادات الصحابة وفتاويهم حجة شرعية يجب العمل بها بمعنى هل هي من مصادر الشريعة وهل يجب على المجتهد أن يعمل بها قبل أن يلجأ للعمل بالقياس أم هي مجرد آراء وليست حجة على المسلمين ثانيا حجية مذهب الصحابي اتفق العلماء على حجية قول الصحابي في الأمور الآتية ألف قول الصحابة فيما لا يدرك بالرأي والعقل والاجتهاد مثل المقدرات الشرعية والأمور التعبدية لأن مثل هذا القول لا بد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أدخله العلماء في الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع فهو داخل في السنة وإن كان في الظاهر من قول الصحابي مثل قول عبد الله بن مسعود بتقدير أقل مدة الحيض بثلاثة أيام وقول عائشة لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل فلا مجال للعقل والاجتهاد في تحديد هذه الأمور ولا بد أن يكون طريق معرفتها السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم باء قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة لأنه إجماع وهذا دليل على استنادهم إلى دليل قاطع مثل اتفاقهم على توريث الجدة السدس تاء واتفق العلماء الأصول على أن قول الصحابي المبني على الاجتهاد ليس حجة على صحابي آخر مجتهد مثله جيم وإنما وقع الخلاف في قول الصحابي المبني على الاجتهاد والرأي هل يعتبر حجة على من بعده من التابعين ومن بعدهم أم لا يعتبر حجة ودليلا شرعية فذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والإمام أحمد إلى أن قول الصحابي حجة تقدم على القياس واستدل بما يلي بقوله تعالى سورة التوبة الآية 100 فقد أثنى الله تعالى على من اتبع الصحابة والأخذ بأقوالهم والعمل بها ليس إلا نوعا من الاتباع وقوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة التوبة الآية 119 فقد قال ابن عباس الصادقون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على حجية أقوال الصحابة منها ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كما استدلوا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم كما استدلوا بالمعقول فقالوا إن قول الصحابة يرجح على اجتهاد من بعدهم من التابعين وغيرهم لأنهم شهدوا الرسول وتنزل الوحي واطلعوا على أسباب النزول وعرفوا أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا قواعد الشريعة ولكمال معرفتهم باللغة العربية والاحتمال أن تكون أقوالهم سنة نبوية احتمال قوي وذهب الشافعية إلى أن قول الصحابي ليس حجة ولا يجب العمل به وذلك لأن الصحابي ليس معصوما عن الخطأ فاجتهاده كاجتهاد غيره ولأن الصحابة كانوا يقرون التابعين على اجتهادهم وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي ولو كان مذهب الصحابي حجة على غيره ما جاز للتابع مخالفته فيما ذهب إليه وقد روي عن التابعين أنهم خالفوا اجتهادات الصحابة ولم ينكروا عليهم ومثال ذلك ما روي عن ابن عباس لما سئل عن رجل النذر أن يذبح ابنه فأفتى بأن عليه أن يذبح مئة من الإبل وخالفه مسروق وهو من كبار التابعين فأفتى في نفس المسألة بذبح شات وقال ليس ولده خيرا من إسماعيل وروي أن ابن عباس رجع عن قوله إلى قول مسروق والحق أن أكثر العلماء توسعا في العمل بأقوال الصحابة واجتهاداتهم هم الإمام مالك وأحمد بن حنبل حيث قدموا أقوالهم على القياس وعدوها شعبة من السنة وهذه أمثلة تطبيقية من فقه الواقع تدل على اختلاف الآئمة بسبب اختلافهم حول حجية مذهب الصحابي فقد اختلفوا في المرأة المطلقة طلاق فرار وهي المرأة التي طلقها زوجها وهي في برض الموت طلاقا بائنا بغير رضاها هل ترث منه أم لا ترث إن مات زوجها وهي في العدة فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها ترث من زوجها معاملة له بنقيد مقصوده استدلالا بما ذهب إليه عثمان بن عفان عندما قضى في هذه المسألة لما عرضت عليه وهو خليفة بتوريثها من زوجها وذهب الإمام الشافعي إلى عدم توريثها من زوجها عملا بالقياس ولأن الطلاق في حال الصحة والمرض سوا وقد أصبحت بالطلاق البائن ليس زوجة له ولم يعمل الشافعي بقضاء عثمان بن عفان كما اختلف العلماء في أقل مدة الحيض فذهب الحنفية إلى أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام ولياليها واستدلوا على ذلك بأقوال روية عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك قرء المرأة ثلاثة أيام أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وذهب الشافعي إلى أن أقل مدة الحيض يوم وليلة مستدلا على ذلك بالرجوع إلى الوجود والعرف والعادة حيث لم يرد في اللغة والشرع تحديدا لها شرع من قبلنا أولا تعريف شرع من قبلنا هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائهم وقد بحث العلماء في تلك الأحكام هل هي حجة علينا يجب أن نعمل بها أم ليست حجة علينا ولا يلزمنا تطبيقها والحق الذي يجب أن نعتقد به أن الأديان السماوية كلها قد اتفقت فيما بينها في مبادئ العقيدة وأصول الأخلاق قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى الآية الثالثة عشر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ولكن الأديان السماوية وأن اتفقت حول مبادئ وأصول العقيدة والأخلاق إلا أنها اختلفت حول الأحكام التي تنظم حياة الناس في العبادات والمعاملات وغيرها ولكن السؤال هنا هل الأحكام التي وردت في الشرائع السماوية السابقة وقصها علينا القرآن أو ورد ذكرها في السنة حجة علينا ويجب اتباعها وهل هي شرع لنا يجب العمل به أم لا ثانيا أنواع الأحكام الواردة في شرائع من قبلنا واحد اتفق العلماء على أن الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم ولا السنة النبوية ليست شرعا لنا اثنين أما الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن قبلنا والتي قصها علينا القرآن أو وردت في السنة الصحيحة وقام الدليل على نسخها ورفعها عنا فقد اتفق العلماء أيضا على أنها ليست شرعا لنا ومثال ذلك ما ورد في شريعة موسى عليه السلام أن طهارة الثوب من النجاسة تكون بقطع موضعها وأن العاص لا يغفر ذنبه إلا بقتله نفسه وما حرم على بني إسرائيل من أكل الشحوم وأحلها لنا قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باذ ولا عاذ فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم سورة الأنعام الآيتان مائة وخمسة وأربعون ومائة وستة وأربعون فالآية الثانية بينت أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر وهو كل ما له مخلب من الطير وحافر من الدواب كالإبل والبط وحرم عليهم شحوم البطن المحيطة بالكرش ما عدا شحم السنام والحوايا أي الأمعاء والآية الأولى نسخت في حقنا ما حرمه الله تعالى على بني إسرائيل في الآية الثانية ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي وغير ذلك من الأحكام التي كانت إسرا حمله الذين من قبلنا ورفعه الله عنا كما قال الله تعالى ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وقوله أيضا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا سورة البقرة الآية 286 ثلاثة ومن الأحكام ما قصه الله تعالى علينا أو ورد في السنة وأمرنا باتباعه فلا خلاف بين العلماء في أن شرع لنا بإقرار شرعنا لها فقوله تعالى في فريضة الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة الآية 183 وكقوله صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم أربعة وأحكام قصها الله تعالى في القرآن أو وردت في السنة الصحيحة ولم يلد في شرعنا أنها منسوخة أو أنها مكتوبة علينا كما كتبت على الذين من قبلنا أو أنها مكتوبة علينا كما كتبت على الذين من قبلنا فهذا النوع من الأحكام كان محل خلاف عند العلماء كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا سورة المائدة الآية الثانية والثلاثون وكقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص سورة المائدة الآية 45 وقد انقسم العلماء حول هذا الموضوع من الأحكام إلى فريقين الأول وهم جمهور العلماء الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد هي الراجحة أنها شرعا لنا ونحن ملزمون باتباعها الثاني وقال الشافعية في الراجح عندهم ورواية عن أحمد إن ذلك ليس شرعا لنا لأن الأصل في شرائع من قبلنا أنها خاصة بأقوام دون الآخرين بخلاف شريعتنا التي جاءت عامة وقد استدلى هؤلاء بقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة سورة المائدة الآية الثامنة والأربعون فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشارك فيها غيره واستدل بحديث معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وسأله فيما يحكم إذا عرض له قضاء بأن رسول صلى الله عليه وسلم أقره على الاجتهاد إذ لم يجد في المسألة نصا من القرآن والسنة ولو كان لشرع من قبلنا مصدرا أو حجة لما جاز العدول عنه كما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه كما استدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال ما هذا ألم آت بها بيضاء نقية لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي والذي يطمئن له القلب هو مذهب جمهور العلماء لأن شريعتنا نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط ولأن ذكر هذه الأحكام في القرآن دون نسخ لها هو تشريع ضمني لها ولأن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل فما لم ينسخه فهو شرعا لنا قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه سورة آل عمران الآية الثالثة وقد احتج جمهور العلماء على حجية شرع من قبلنا بما يلي واحد من القرآن بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سورة الأنعام الآية التسعون وبقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة سورة النحل الآية مئة وثلاثة وعشرون وبقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى الآية الثالثة عشر اثنين من السنة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري سورة طاها الآية الرابعة عشر والخطاب في الآية السيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ولو لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الآية أنه مطالب بشرع من قبله لما كان لتلاوة الآية أي فائدة وقضى رسول الله بالقصاص وقال كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص إلا قوله تعالى عما كتبه في شريعة موسى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص سورة المائدة الآية خمسة وأربعون ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوراة في قصة رجم اليهودي الزان المحصن هذه أدلة الجمهور من العلماء على حجية شرع من قبلنا وبناء على هذا الأصل عندهم قالوا بجواز القسمة بالنهيئة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر سورة القمر الآية الثامنة والعشرون واستدلوا على جواز الجعالة بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير سورة يوسف الآية الثانية والسبعون واستدلوا الحنفية على ثبوت القصاص بين المسلم والذمي وبين الرجل والمرأة بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس سورة المائدة الآية 45 حيث جاءت الآية عامة ولم يرد في شرعنا ما ينسخها وينبغي أن نلاحظ أن شرع من قبلنا ليس دليلا شرعيا مستقلا وإنما هو راجع إلى القرآن الكريم أو السنة سد الذرائع أولا تعريف سد الذرائع الذرائع جمع ذريعة ومعناها في اللغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء وسد الذرائع عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المجتمل على مفسدة فالذرائع عند الأصوليين هي الوسائل التي يتوصل بها إلى الشيء الممنوع المتضمن للمفسدة فالوسيلة الموصلة إلى الحرام حرام كما أن الوسيلة الموصلة إلى واجب واجبا فالنظر إلى عورة المرأة وسيلة قد تؤدي إلى الوقوع في الزنا فهي حرام لأنها تؤدي إلى الحرام وبيع العنب لمن يعصره خمرا حرام لأنه وسيلة مفضية إلى الحرام وخطبة المرأة المخطوبة وسيلة مفضية إلى التباغض والشحناء فهي حرام وقضاء القاضي بعلمه حرام لأنه وسيلة مفضية للقضاء بالباطل فحكم الوسيلة يأخذ حكم النتيجة الموصلة إليها ولذلك فإن الأصل في سد الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال فيأخذ الحكم حكما يتفق مع الثمرة أو النتيجة الموصلة إليها ثانيا أنواع الذرائع قصم الإمام الشاطبي الذرائع إلى أربعة أنواع بالنظر إلى مآلاتها الأول ما يؤدي إلى مفسدة قطعة وهذا النوع حرام والممنوع باتفاق العلماء كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام ويضمن الفاعل هنا لأنه معتد الثاني ما يؤدي إلى المفسدة نادرة كحفر بئر في مكان لا يؤدي في الغالب إلى وقوع أحد فيه وهذا النوع من الذرائع يبقى على أصل الإباحة وهو مأذون فيه لأن الشارع أناط الأحكام على غلبة المصلحة ولا توجد في العادة مصلحة تخلو من مفسدة قليلة وليس في الأشياء خير محض ولا شر محض الثالث ما يؤدي إلى المفسدة غالبا لا نادرة فيغلب في هذا النوع على الظن إفضاؤه إلى المفسدة كبيع السلاح إلى أهل الحرب وبيع العنب للخمار وهذا النوع من الذرائع ممنوعا وحرام لأن الظن الغالب يلحق بالقطعي في الأحكام العملية ولأن في إجازة هذا النوع من الذرائع تعاون على الإثم والعدوان والشارع نهى عنه الرابع ما يؤدي إلى مفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرة أي لم تبلغ الكثرة حد غلبة الظن كبيوع الآجال وهي بيوع صحيحة ظاهرة ولكنها تتخذ وسيلة إلى الربا في الحقيقة والباطن وهذا النوع محل خلاف بين العلماء فمنهم من نظر إلى أصل الإذن والإباحة كالبيع فقال بجوازها وهم الحنفية والشافعية وبعضهم نظر إلى كثرة المفسدة وإن لم تكن هذه المفسدة غالبة فقال بحرمتها وهم المالكية والحنابلة ولأنها تؤدي إلى الربا كثيرا لا غالبا ترجيحا لجانب الفساد ولأن الشارع حرم كثيرا من الأمور التي تؤدي كثيرا إلى المفاسد وإن لم تكن غالبة كتحريم سفر المرأة وحدها من غير ذي رحم محرم وكتحريم الشارع الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وتحريم الشارع الطيب والزينة على المرأة المعتدة من وفاة ومنع ميراث القاتل وغير ذلك ثالثا حكم الذرائع إن مورد الأحكام قسمان مقاصد ووسائل أما المقاصد فهي التي تكون في ذاتها مصلحة أو مفسدة أما الوسائل فهي الوسائل والطرق المفضية إلى المقاصد فإن كانت الوسائل تؤدي إلى مصلحة أخذت حكمها من الوجوب أو الإباحة وإن كانت الوسائل تؤدي إلى مفسدة أخذت حكمها من التحريم أو الكراها فتح الذرائع وسدها وحكم ذلك إذا كانت الذرائع تؤدي إلى مقصد مطلوب من الشارع أو هو قربة في ذاته أخذت الوسيلة حكم المقصد أو النتيجة التي تؤدي إليها وهذا يسمى فتح الذرائع ومن ذلك جاءت القاعدة الأصولية ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وإذا كانت الذرائع تؤدي إلى مقصد حرام أو ممنوع لأنه يؤدي إلى مفسدة أخذت حكمه وهذا يسمى سد الذرائع لأن المفاسد ممنوعة ومحرمة إذن فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة الحرام محرمة ووسيلة المباح مباحة ووسيلة المكروه مكروهة فالذريعة قد يجب منعها وسدها كما يجب فتحها أو تكره وتندب أو تباح بحسب ما تفضي أو تؤدي إليه من مفسدة أو مصلحة رابعا حجية سد الذرائع أكثر من توسع في العمل بسد الذرائع هم المالكية والحنابلة فكانوا يعملون بسد الذرائع ويعطونها حكم ما تؤدي إليه وأخذ الحنفية والشافعية بالذرائع المنصوص عليها في القرآن والسنة وأنكروا العمل به في الحالات الأخرى وقد استدلوا على حجيتها بأدلة القرآن والسنة وعمل الصحابة ألف استدلوا من القرآن بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عن سورة الأنعام الآية 108 فقد نهى الله سبحانه عن سب الأوثان لأن ذلك ذريعة لسب الله تعالى وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا سورة البقرة الآية 104 وراعنا كلمة سب عند اليهود فهي اسم فاعل من الرعونة ولذلك نهى الله سبحانه المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة سدا للذريعة باء واستدلوا من السنة بما يلي قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع يد السارق في الحرب حتى لا يكون ذلك ذريعة لالتحاق السارق بالعدو ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائد أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه فيسب أمه ومنها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الدائن عن أخذ الهدية من المستدين كي لا يكون ذريعة إلى الربا ومنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار لأنه ذريعة للتضييق على الناس حاء واستدلوا بعمل الصحابة كقضائهم بقتل الجماعة بالواحد كي لا يتخذ المجرمون الاشتراك في القتل ذريعة وطريقا للتخلص من عقوبة القصاص ومن ذلك قضاء عثمان رضي الله عنه بتوريث المطلقة طلاق فرار كي لا يتخذ هذا الطلاق ذريعة للتهرب بالميراث الزوجة وغير ذلك كثير الاستصحاب أولا تعريف الاستصحاب لغة هو طلب المصاحبة والمصاحبة بمعنى الملازمة وشرعا عند الأصوليين هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم الدليل على تغير تلك الحال أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال والمستقبل حتى يقوم دليل على تغيره فما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل فالاستصحاب إذن هو التمسك بدليل شرعي حال وجوده أو بدليل عقلي حال انتفاء الدليل الشرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل بل إلى دليل عرف مع انتفاء المغير أو العلم به فكل أمر علم وجوده ثم حصل الشك في عدمه فإنه يحكم ببقائه تطبيقا لمبدأ الاستصحاب فمن تيقن الوضوء وشك في الحدث حكمنا ببقاء وضوءه وكل أمر علمنا عدمه ثم شككنا في وجوده فإنه يحكم باستمرار العدم لمبدأ الاستصحاب فالأصل براءة ذمة الإنسان من الديون والالتزامات ما لم يقم دليل على شغلها وإذا سئل مجتهد عن حكم عقد أو تصرف أو عن حكم حيوان أو نبات أو طعام أو شراب أو أي شيء من الأعمال ولم يجد دليلا شرعيا على حكمه فإنه يحكم بإباحته لأن الأصل في الأشياء الإباحة وهي الحال التي خلق الله عليها ما في الأرض ولم يقم دليل على تغير هذه الحال والأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سورة البقرة الآية 29 ولقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سورة الجاثية الآية الثالثة عشر فقد صرحت الكثير من الآيات بأن الله تعالى سخر للناس ما في السماوات وما في الأرض والتسخير يدل على أنه مباح للناس وبناء على الاستصحاب يحكم ببقاء حياة الإنسان وتصح تصرفاته حتى يقوم الدليل على وفاته ويحكم ببقاء الزوجية إذا لم يوجد دليل على انتهائها والأصل في الفتاة البكارة ولا تقبل دعوة الثيوبة إلا ببينة ثانيا حجية الاستصحاب الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض عليه ولهذا قال الأصوليون إنه آخر مدار الفتوى فلا يصح العمل به إلا بعد النظر في جميع الأدلة فإذا لم يجد دليلا لجأ المجتهد إلى الاستصحاب وهو لا يثبت حكما جديدا ولكن يستمر به الحكم الثابت بدليله الدال عليه كالإباحة الأصلية أو العدم الأصلي أو حكم الشرع بشيء والاستصحاب طريق في الاستدلال فطر الناس عليه وساروا عليه في أحكامهم فمن عرف إنسانا حيا حكم بحياته وبنا تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وفاته والملك الثابت لأي إنسان بسبب من أسباب الملك يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله والذيمة المشغولة بدين تعتبر مشغولة به حتى يثبت ما يخليها منه فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره وانقسم العلماء حول حجية الاستصحاب إلى فريقين فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستصحاب حجة مطلقة ويصلح الاستحقاق كما يصلح للدفع ما لم يقم دليل مانع من الاستمرار فالمفقود الذي غاب عن بلده ولم يعرف أثره يلث من غيره وتثبت له الوصايا استصحابا لحياته وتبقى حقوقه السابقة على ملكه فجمهور العلماء يحكمون ببقاء حياته إلى أن يثبت موته لأن الأصل حياته فاستصحب حياته حتى يظهر دليل موته فهو يرث من غيره ولا يورث وذهب الحنفية إلى أن الاستصحاب حجة للدفع والنفي لا للإثبات والاستحقاق فالمفقود الذي غاب عن بلده ولم يعرف أثره لا تثبت له الحقوق كالإرث والوصية من غيره ولكنه يحتفظ بحقوقه الثابتة له فتبقى ملكيته على ذمته وتبقى زوجته على عصمته ولا توزع تركته حتى يقوم الدليل على وفاته أو يحكم القاضي بوفاته وقد استدل جمهور العلماء على حجية الاستصحاب من القرآن والسنة والإجماع واحد من القرآن استدلوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجز سورة الأنعام الآية 145 ووجه الاستدلال بالآية أنها احتجت على إباحة ما سوى المذكور بالآية بعدم وجود الدليل وهو الاستصحاب أما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم بقاء وضوء من تيقن الوضوء وشك بالحدث وهو عمل بالاستصحاب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ثلاثة وأما الإجماع فهو إجماع العلماء أن الشك في وقوع الطلاق مع سبق اليقين بوجود العقد لا يوجب حرمة الوطء والاستمتاع والشك في وقوع عقد النكاح ووجوده يوجب حرمة الوطء والاستمتاع وليس من فرق بينهما إلا الاستصحاب ثالثا أنواع الاستصحاب واحد استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد على الشارع دليل بحرمتها فالأصل في الإشياء نافعة الإباحة لأن الله تعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا سورة البقرة الآية 29 كما أن الأصل في الأشياء الضارة التحريم لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق سورة الأعراف الآية 32 ثانيا استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية مثل براءة ذمة الإنسان من الحقوق والتكاليف حتى يرد دليل يدل على شغل ذمته فإذا ادعى شخص دينا على آخر حكمنا ببراءة ذمته إذا لم يستطع إثباته بإقامة البينة والدليل ثلاثي استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه كبقاء الوضوء بعد التوضع إذا شك في النقد استصحابا للطهارة السابقة وكالحكم بثبوت الملك عند وجود سببه وهو الإرث أو العقد وشغل ذمة عند وجود وثبوت الدين حتى يثبت دليل البراءة منه وكثبوت الحل بين الزوجين بعد العقد ما لم يقم دليل على رفعه رابعا القواعد الفقهية المبنية على مبدأ الاستصحاب وقد من العلماء على مبدأ الاستصحاب القواعد الفقهية والمبادئ الشرعية التالية واحد الأسطو في الأشياء الإباحة فيحكم بصحة كل عقد أو تصرف لم يرد في الشرع ما يدل على فساده أو بطلانه ويحكم بإباحة لحم كل حيوان أو طعام أو شراب لم يرد في الشرع ما يدل على حرمته فالأصل في الأشياء كلها الإباحة ما لم يدل الشرع على عكس ذلك اثنين ما ثبت باليقين لا يزول بالشك فمن تيقن الوضوء وشك في الحدث فهو متوضع ومن أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ثلاثة الأصل في ذمة الإنسان البراءة استصحابا للبراءة الأصلية التي خلق عليها الإنسان فلا يجوز شغل ذمة الإنسان إلا بدليل ولا يعاقب الإنسان إلا بدليل يدينه أربعة الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يغيره فالمفقود يحكم ببقاء حياته حتى يقوم الدليل على وفاته فلا يورث ما له بالاتفاق تمارين اختر الإجابة الخاطئة اتفق العلماء على حجية قول الصحابي في واحد المقدرات الشرعية اثنين قول الصحابي المبني على اجتهاد والرأي ثلاثة ما أجمع عليه الصحابة أربعة الأمور التعبدية والإجابة الصحيحة رقم اثنين قول الصحابي المبني على اجتهاد والرأي استذل الجمهور على حجية شرع من قبلنا ب واحد حديث معاذ بن جبل اثنين قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ثلاثة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أربعة وأقم الصلاة لذكرين والإجابة الصحيحة رقم أربعة وأقم الصلاة لذكرين من القواعد الفقهية المبنية على مبدأ الاستصحاب واحد الأصل في الأشياء الإباحة اثنين لا ضرر ولا ضرار ثلاثة ما ثبت باليقين لا يزول بالشك أربعة الأصل في ذمة البراءة والإجابة الصحيحة رقم اثنين لا ضرر ولا ضرار تم الانتهاء من التسجيل في الصفحة الواحدة والثمانون من الوحدة التعليمية الثانية